اشتركوا في القناة 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 وانت بدك تكون فاهم حسب الكتاب حطلي انه مقدار فرق الجود للازالة اللي قديش موجب 35 ميلي فولت بس علميا انت بدك تكون فاهم انه الازالة بتبلش من سالب 55 ميلي فولت لا قديش يا استاذي لموجب 30 ميلي فولت تمام يا استاذي هذول بدك تحفظهن وتكون فاهمين يعني لو جاب لك في الامتحان موجب 5 موجب 10 هسا المنطقة اللي بتبلش فيها من سالب 55 باتجاه الموجب هاي شو بنسميها طلابنا بنسميها الازالة ومطالبين نحفظها طيب هسا بعدين يا استاذي شو بيصير عنا بيصير عنا يا استاذة اللي يرضى عليكم ايش بيصير عنا اللي هي مرحلة الاعادة وركز اللي منيح في مرحلة الاعادة لانه الاعادة بيقول لك يا استاذي لو سألكوا سؤال في الامتحان انه مرحلة الاعادة حسب الكتاب بتقول لي انت سالب 90 ميلي فولت بس دير بالك في الكتابة قال لك نتيجة استمرار خروج ايونات البوتاسيوم بوصل مقدار فرق الجود لامين لا سالب 90 ميلي فولت بس الله يرضى عليك مش انت تفهمها انه والله مقدار فرق الجود في الاعادة كامل سالب 90 ميلي فولت وهذا الحكي علميا ايش ما له خطأ فدير بالك الاشي الصح يا استاذي انا كفترة اعادة رح اتمر باكثر من فرق جود حتى توصل للسالب 90 كيف ركز معي هس انا فهم انه الازالة خلصت داخلت ايونات السوديوم للداخل صارت شحنة الداخل موجب او عذرا شحنة الداخل شو صارت موجب والخارج صارت ايش سالب وايونات السوديوم والبوتاسيوم صارت بالداخل طيب ممتاز بعدين بيصير عنا مرحلة الاعادة ومرحلة الاعادة يا طلابنا بتبلش ها من موجب 35 او من موجب 30 ميلي فولت لعند قديش لعند يا استاذي تطلع معاي هيك لعند سالب 70 ميلي فولت يعني هاي المرحلة دال المرحلة دال يا استاذي اللي هي من سميها اعادة الاستقطاب طيب واحد بسألني استاذي لو سألتك هون مقدار فرق الجود سالب 90 يا استاذي هل انه والله مرحلة الاعادة لها مقدار جهد محدد بقول لي سالب 90 استاذي هون في الكتاب قال لك استمرار العملية بتوصل لسالب 90 ما بصير اقول له انه والله الاعادة سالب 90 فالله يرضى عليك علميا الاعادة ما لها مقدار جهد محدد لانه هون يا استاذي زي ما انت بتلاحظ الاعادة بلشت ها هركز معاي من موجب 30 لا قديش لسالب 70 ميلي فولت فالمرحلة اللي ما بينهم يا استاذي هذول بسميها اعادة الاستقطاب فما بصير يا استاذ احكي انه والله الاعادة سالب 90 دير بالك انت احنا بنحكي باشي علمي انه انا عندي ايش صارت كانت او وصلت لا على درجة لي موجب 30 ميلي فولت بعدين انتقل السيالة القصبة نتي رجد خروج اينات البتاس من الخارج رح يصير عندنا استمرار الخروج زيادة الاستقطاب وهاي المرحلة في الاعادة اللي هي من موجب 30 لا قديش لسالب 70 طيب بيجي واحد بسألني طيب يا استاذ انا عندي زيادة الاستقطاب وين بسيرها زيادة الاستقطاب بتبلش ها هاي من سميها هاي واو عنا زيادة الاستقطاب وانت بدك تفهم انه زيادة الاستقطاب بسير في الاعادة يعني لما تصير تفتح قنوات البوتاسيوم وتطلع ايونات البوتاسيوم للخارج بيصير عندي ايش استمرار لخروج ايونات البوتاسيوم استمرار خروجها يسبب عندي يا استاذي زيادة في الاستقطاب تمام في الاستقطاب تمام بسوي زيادة عندنا في مين في الاستقطاب فانا الاستقطاب لو سألك قديش مقدار فرق الجود باجه بقوله زيادة الاستقطاب من سالب 70 ميلي فولت لقديش يا أستاذي لا سالب 90 ميلي فولت فالله يرضى عليك هدول انت مطالب تفهمهم لانه يا أستاذي في الكتاب مش موضح لك قيل لك انه صار اعادة بعدين زيادة بس الان انت مطالب كمقدار فرق الجود انه الاعادة ما الها مقدار جود محدد يعني تيجي تقول لي سالب 90 وخلص لا الاعادة لها بتبلش من موجب 35 لسالب 70 بعدين نتيجة استمرار خروج ايونات البوتاتسون والخارج بيصير عندي زيادة الاستقطاب طيب لما يصير عندنا زيادة الاستقطاب بيوصل هون عندي في مرحلة بنسميها مرحلة ايش طلابنا لمرحلة الجموح وهاي مرحلة الجموح بيكون مقدار فرق الجود فيها لسالب 90 ميلي فولت عشان تكون فاهم فالسالب 90 ميلي فولت هي فعليا لما تكون قنوات الصوديوم البوتاسيوم مغلقة وانا فهمتكم قلت لكم في الاعادة انها بتفتح الصوديوم او اذرا تفتح البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم من الخارج استمرار خروجه بيسوي زيادة نتيجة زيادة ايش بيصير في القناة بتراكم ايونات البوتاسيوم في الخارج وبتغلق هسا انا عندي الصوديوم مغلقة وعندي البوتاسيوم انه غلقت فبتدخل الخلية في فترة مين في فترة الجموح الله يرضى عليكم تمام بتدخل الخلية في فترة مين بتقول لي بتدخل في فترة مين يا استاذي الجموح وهاي الفترة انا فهمتك لا يستجيب فيها العصبول لأي منبع بسبب اغلاق قنوات الصوديوم وقنوات مين اللي هو البوتاسيوم وهيك يا استاذي عشان ترجع الخلية للوضع الطبيعي لفترة الراحة يا استاذي حسب المخطط بدأت تقول لي هون ايش رح يصير يا استاذي تنشط مين يا استاذي المضخة اللي هي مضخة اللي هو الصوديوم اللي هو الان اي ومضخة البوتاسيوم بحيث انت فهم وظيفتها تعمل على نقل يا استاذي مين تلاتة ان اي الى الخارج تلاتة اللي هي ان اي الى الخارج و الى الخارج وبتعمل على نقل اللي هو اتنين بوتاسيوم الى مين الداخل وقلنا لك بعملية مين بتيجي بتقول لي بعملية اللي مين النقل ايش النشط ودائما انت بدك تفهم انه عملية النقل النشط شو بدها بدها اي تي بي تمام يا استاذي هذا فيما يخص المخطط الموجود اللي عندك في الكتاب فاحنا الله يرضى عليكم طلاب ومطالبين نحفظه ومطالبين نفهمه كمان يا استاذي فيما يخص مقدار فرق الجهود في الاعادة فانت بتلاحظ انا عندي في الاعادة ما عندي مقدار جهود محدد عندي من موجب 30 لسالب 70 بلشت الاعادة بعدين صار لها زيادة من سالب 70 لسالب 90 وبعدين دخلت في فترة الجموح اللي هي سالب 90 وبعدين اشتغلت المضخة عشان ترجع الخليل الى الوضع الطبيعي هذا فيما يخص المخطط الموجود عندنا اخر نقطة يا استاذي بدي اشرح لك اياها اللي هو انتقال السيال العصبي ركز معي هس انتقال السيال العصبي طلابنا عشان تفهم ده سوي لك مخطط بسيط وسال انتقال طيب نيجي هون لا اللي هي ايش انتقال اللي هو السيال العصبي انتقال السيال العصبي استاذي بدي تفهمني في معلومة مهمة جدا انتقال السيال العصبي ينتقل السيال العصبي في منطقتين ركز معي اما بينتقل على طول المحور تمام او الانتقال وين بيصير الانتقال في اللي هي منطقة مين يا طلابنا التشابك العصبي اللي هي بين قسين الزر يعني انت بدك تفهم انه الانتقال السيال العصبي ركز معي انا عندي هاي الخلية العصبية اوكي 100% بدك تفهم يا استاذي يا الانتقال بكون على طول المحور زي ما انت شايف او بكون الانتقال وين في منطقة الزر مين التشابك اوكي فانت بدك تفهم الانتقال على طول المحور اوكي يا استاذي وهون عندنا المنطقة الثانية زر التشابك طيب تعالوا اسا هون تيجي بتقول لي الانتقال على طول المحور له قسمين يا استاذي اما بكون المحور محاط بغمد مليني منسميها اللي هو ايش الاعصاب الملينية او بكون يا استاذي غير محاط بغمد مين مليني طيب ممتاز شو الفرق بينهم يا استاذي يركز معايا المحاط بغمد مليني يا استاذي بصير فيه نقل ايش حفظها وثبي والنقل الوثبي يعني انا القفز انه بتنتقل السيال من ايش اطلع عليها السهون من عقدة بنطلع عقدة من عقدة لمين لعقدة اوكي يا استاذي هذا بسميه نقل وثبي ودائما يا طلابنا النقل الوثبي بين ايش عقد ران فيين تمام يا استاذي ودائما بكون الانتقال اسرع شو بكون الانتقال اسرع يعني هذا ملخص ايش العملية انه اذا كانت الخلية العصبية محاطة بغمد مليني بكون الانتقال اسرع عن طريق النقل الوثبي انه بنط زي ما انت شايف يا استاذي من اللي هي عقدة لمين لعقدة هذا ما يخص في الغمد المليني هسا بنروح للغير محاط بغمد مليني الغير محاط بغمد مليني طلابنا ركزوا معاي هون عنا الانتقال كي بكون على طول مين المحور الانتقال على طول المحور يعني بالظل ماشى على طول المحور ما بيصير نقل وثبي ودائما الانتقال شو بكون هنا سريع ولا بطيء دائما بكون الانتقال يا طلابنا هون اللي هو ايش اللي هو بطيء او ابطاء تمام يا استاذي هون بكون عندنا الانتقال ايش مالو الانتقال ايش رح يكون ابطأ هاي هون تجي بتقول لي ايش ابطأ اوكي يا طلابنا هذا فيما يخص الانتقال بيحاط بغمد مليني وغير محاط بغمد مليني طبعا ان شاء الله لقدام رح ناخذ الانتقال في منطقة الزر ونعرف كيف الانتقال في منطقة الزر وانت فاهم الان انه الزر متصل هون منطقة الشابك في الزوائد الزوائد الشجرية لمين يا طلابنا زي ما فاهمناكم اما لخلية اللي هي عضلية تمام اما الانتقال لخلية عضلية اي هون خلية عضلية او بتكون يا استاذي غدة او بتكون خلية اي شمالها يا استاذي عصبية تمام هذا الاشي اللي ان شاء الله رح ناخذه في منطقة مين في منطقة الزر التشابك هيك يا طلابنا نكون خلصنا معكم الانتقال في المخطط البنياني لمراحل تكون السيال مراحلة الراحة والازالة وعادة وفصلناها حسب المخطط يا استاذي وقداش مقدار فرق الجهد لكل مرحلة بعدين اخذنا المقارنة بين الانتقال في منطقة التشابك ومنطقة اللي هو الانتقال في المحور والمحور له قسمين اما على طول اللي هو المحور بيكون محاط بغمد مليني بيكون الانتقال اسرع وبيصير فيه نقل وثبي او غير محاط بغمد مليني بيصير فيه انتقال على طول محور بيكون الانتقال اي شماله ابطأ يا استاذي تمام هيك بنكون يا استاذي خلصنا معكم هاي الحصة بتمنى لكم طلابنا كل التوفيق ولا تنسوا يا طلابنا الله يرضى عليكم لو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تصلكوا هاي الفيديوهات وايضا يا استاذي اللي بحب الفائدة لاصحابه لزملاء ومش غلط يا استاذي ادلهم فدال للخير كفاعله يا استاذي والله يعطيكم الف الف عافية طلابنا حبايبنا